ان شاء الله بإذن الله نروح بكرة بتفاؤل بكرة يبقى يوم جديد بكرة ان شاء الله بإذن الله في انتظار لقاء منتخبنا الوطني في دور 16 لكاس الأمم الأفريقية خالد رزق الجديد عنده ويطمننا على مرموش أخباره إيه إمام عشور الدنيا إيه أكيد هناك الجديد هل فيتوريا اتضح ملامح تشكيله ولا لأ خالد مساء الخير كل التحالي كابتن سيف ومساء الخير عليك طبعا على كل مشاهدين منتعم سبورت في كل مكان ومبروك لمنتخب مصر الكرة اليد بالتأكيد وان شاء الله نبارك لمنتخب مصر غدا بإذن الله سعوده لدور التمانية في كرة القدم طبعا عن عمر مرموش يمكن كان الناس انزعجت شوية من سماع أنه هو تعبان عنده نزلة برد ولكن عمر مرموش في حالة جيدة يمكن آه كان موجود في أوتوبيس المنتخب بعد ما وصل لملعب المران كان نازل لابس ماسك على وشه عنده نزلة بردة خفيفة ولكن ما تعقوش عن أي شيء كان متواجد فيه المران شارك في المران بشكل طبيعي جدا مع باقي اللاعبين ويعني هيكون جاهز لنبارات غدا في حال أن كوتش روي فيتوريا هيحتاجه للخطة اللي هيتم تنفذها بكرا ان شاء الله فهيكون عمر مرموش جاهز ومعندوش أي مشكلة من المشاركة تماما وهو سليم 100% عن إمام عشور ما زال بيجري بعض التدريب الإحمائية الخفيفة مع دكتور أبو العيلة ما زال بروتوكول الموضوع لإمام عشور زي ما هو ما فيش أي جديد فيه بيتمرم برضو تمرين خفيف لوحده بعيد عن الباقي اللاعبين وإن شاء الله في حال يعني يمر ثلاثة أيام كمان أربعة أيام هيكون اللعيب جاهز وبدأ يشارك مع المنتخب بصورة طبيعية ولكن إمام بطبيعته من جواه عنده حمية قوية جدا عنده رجولة قوية ومسؤولة كبيرة جدا عايز يكون موجود عايز ينافس عايز يتمرن عايز يشارك في المباراة ولكن طبعا دكتور أبو العيلة بمنتهى الحرفية والاهتمام بكل اللاعبين بالتأكيد صرح وقال إنه مش هينفع يكون موجود وقال اللاعب نفسه مش هينفع تكون موجود لازم نتطمن عليك الأول ونجري إشعاطة فحوصات زي ما البرتوكول بيقوله بعدها ناخد قرار تواجدك مع الفريق في التدريب بشكل طبيعي باقي اللاعبين كابتن سيف خلينا نقولك إنه هم عندهم حمية قوية جدا تحسون منتظرين المباراة بصورة جدية جدا تدريب على أعلى مستوى انتهت تدريب بركلات الجزاء والضربات السابتة كوتش ريفيتوريا بيحاول يلعب على كل النقاط في المباراة غدا بإذن الله طبعا منامح التشكيل لسه ما تضحيتش هناك عدد من الغيابات في منتخبنا الوطن ولكن باقي اللاعبين الموجودين هيكون على أتم استعداد وعلى أتم روح ومعنويات مرتفعة بالتأكيد لخوض مباراة الغد والفوز باللقب كل اللاعبين بيتكلهم مع بعض اللاعبين حتى بينهم وبين نفسهم مفيش حد بيفكر مين موجود أساسي ومين احتياطي تماما بتوجدنا مع المنتخب وتوجدنا مع اللاعبين يعني بيكون في بعض الأحاديث الجانبية لو ايه هتلعب مش هتلعب زعلانك ملعبتش أو حاجة كل اللاعبين كلامهم واحد ويمكني انا حبيت ان انا اجرب اسأل اللاعبة على ان انت بتلعبش او بتلعب كلهم بيتكلموا على اني مش فارق معي ان نلعب اهم حاجة نعدي المباراة نعدي الادوار ونصل للنهائي ويكون اللقب في الآخر لنا كلنا حرفية مفيش لعب بيفكر في ان هو يكون موجود على حساب حد أو زعلان لان هو موجود على دكة البدراء حراسة المرمى اللي فيها تنافس شريف قوي جدا في المران كلهم بيحاولوا يكونوا تقديم بصورة قوية جدا طبعا المعروف ان ابو جبل هو الاقرب لتواجد كحارس مرمى اساسي للمنتخب المصر ولكن كل اللاعبين مركزين حتى حراس المرمى والروح الجيدة الطيبة اللي موجودة بين اللاعبين دي اهم حاجة واهم سما موجودة في اجواء المنتخب الوطني طبعا النهاردة المنتخب كان المرام بتاعه الساعة خمسة ونص وبعدها عادوا الى مقر الاقامة كان في عشاء للاعبين وبعدها اللاعبين اجتمعوا مع بعض اتكلموا بينهم وبين بعض عن مباراة الغد ويعني خلالك كابتن سيف ان الاجواء يعني معقولة نسبيا الرطوبة مش عالية بصورة كبيرة جدا زي ما كانت موجودة فيها الايام القليلة السابقة وان شاء الله تكون مباراة الغد مباراة قوية ومهمة جدا طبعا لو كلمنا كابتن سيف ايضا عن مباراة نيجيريا والكاميرون اللي كانت واخدى الاضواء وصولة على الاضواء النهاردة كانت مباراة قوية جدا جمهور نيجيريا اللي يمكن عنده ثقة كبيرة جدا في المنتخب النيجيري من قبل بداية المباراة وكانوا عارفين انهم هيفوزوا باكتر من هدف كمان في البعض توقع الفوز بتلت او اربع اهداف وعندهم ثقة كبيرة جدا في لعبتهم لوكمان واحد من نجوم المنتخب النيجيري الاحرز نهاردة هدفين وايضا كان هناك هدف اول تم الغاء وبداية التسلل للمنتخب النيجير هناك طبعا حزن كبير جدا عند المنتخب الكاميروني سامو الاتو سونج اللي كان يعني فيه احاديث مبرح مع لعبين كتيرة جدا مع وزير الرياضة اللي كان حريص على التوجه فيه مران المنتخب بالامس ولكن طبعا هزيمة المنتخب الكاميروني وتوديعه لبطولة كأسلوم الافريقية واكيد هيكون هناك ايضا مفاجآت في باقي البطولة اللي يمكن عاملة جاوسة سبينس للجمهور ما حدش عارف مين ممكن نكسب ما حدش عارف مش بأسماء المنتخبات ولا بكبر ولا بخبرات المنتخبات الافريقية المشاركة فيها هذه البطولة يعني كابتن سيف حاولتنا لك الكواليس والاجواء الموجودة حتى الان لو لك اي سؤال كابتن سيف تفضل خلد عايزة اسألك على توقعاتك لتشكيل بكرة يعني كابتن سيف يمكن التشكيل مش هيكون فيه تغيير كبير عن المبارات السابقة هيكون طبعا عدم تواجد امام عشور ده هيكون البديل ليه ممكن انني هيكون موجود بصورة اقرب لتوجد فيه التشكيل الاساسي طبعا خط الهجوم هيكون زيزو ممكن موجود مكان محمد صلاح تريزيجي اعتقد انه ممكن يبدأ فيه مباراة الغد تريزيجي كان ادى مباراة قوي جدا فيها المباراة السابقة برغم انه كان موجود كبديل ولكن يعني تواجد تريزيجي بالروح والمعنويات المرتفعة ويمكن على مدار البطولة كاملة اقدر لكابتن سيف ان يمكن تريزيجيه من اكتر اللعيبة اللي بيبان عليهم التأثر بيبان عليهم الاهتمام يعني دائما بيكون اكتر لعب في حال لا قدر الله بتكون نتيجة سلبية او تعادل اكتر لعب بيبقى خارج حزين دموعه وبينة وظهر عليه ولما يكون فيه اداء كبير زي مباراة السابقة امام كاففردي كان المعنويات عنده مرتفعة وحتى بعد المباراة دموع الفرحة او دموع انه يعني يتعادل ويصعده لدور الستاشر كانت ظهرة عليه مصطفى محمد واحد من اللعبين عندهم روح واعتقد كابتن سيف ان بكرة هتبقى مش فنيات اكتر من روح ومعنويات يمكن الروح بكرة هتؤثر بشكل كبير جدا يمكن ده اللي كل الجمهور المصري لمسوا بعد مباراة كاففردي بالروح اللي موجودة حتى اللعبين اللي في الملعب يرفعوا التيشرت بتاع محمد صلاح كلهم ما زالوا بتكلموا عن صلاحهم سندته ليهم والتليفونات اللي بيجريها معاهم دايما قبل المباراة وهناك يعني توجهات وتوعية واهتمام كبير جدا يمكن اكتر حاكى نالهم قبل ما يتحرك من كوتيفوار ان انا هروح هتعالج وارجع وانت مسئولتكم ورجلتكم انتو توصلوا للنهاء وان شاء الله بعد ما يكون سليم هعود مرة اخرى وشارك معاكم كلام كبير بيتقال بين اللي اللي عابين ولكن الروح والمعنوات كابتن سيف مرتفعة جدا شكرا جزيلا خالد ونتابع معاكم بالتوفيق بكرة ان شاء الله باذن الله لمنتخبنا الوطن